عاصي احذر من المعاصي لا تتهاون بأي معصية فهي سبب لمرض القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء شوف أي معصية نكتة سوداء في قلبك لا تقول هذه مجرد نظرة إلى امرأة هذا مجرد صلب دخان هذه مجرد نوم عن الصلاة مجرد شعرات تخرج من الحجاب حجاب المرأة مجرد كلمة غيبة وسخرية بفلان هذه نقطة سوداء في قلبك كلما أكثرت من المعاصي والشهوات ازدادت هذه النقطة في قلبك قال فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه ذهبت هذه النقطة وإذا عاد زادت تزيد 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 قال حتى تعلو قلبه فذلك الران يعني الغشاء الذي يكون على القلوب بالمعاصي والمحرمات قال الله وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وانظر كيف الله ربط هذه الآية بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكاثر لما حجب قلبه عن الله وعن عبادته في الدنيا لا يرى الله أبدا يوم القيامة ما يرى الله في الجنة هذا أعظم عذاب تخيل يعني يكون ما هذا الرب العظيم ما يراه